موسيقى 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 السلام عليكم هلي فيكم في الجزء الثالث من الميزات اليوس 14 كمم معاكم الميزات طبعا هاشخاص اللي بتكلمون كيف نزله ما نزله بينزل في شهر تسعة الان للمطورين ما نصحي شخصي نزله بتنزله انت تتحمل جميع المشاكل التي راح تكون في جهازك وما راح اشرح كيف نزله لانهو المطورين الان اذا انت تقدر تنزله فنزله لكن اذا توهقت يعني لازم تحل المشكلة بنفسك لانهو المطورين فمشاكل كثيرة وتعليقات كثيرة وما تقدر تفرمتها وترجع جهازك لحق اليوس 13 راح تفقد الباكب او اذا كان عندك باكب على اليوس 13 فما تقدر تاخذ باكب او نسخة يطيع اليوس 14 وترجع على النسخة قديم وترجع اليوس 14 باكب الجديد لازم على سفتير جديد المهم فنتكلم لكم عن الميزات كبداية تكلمنا لكم عن ترانزليت في الجزء الاول قلت لكم ان ما تشتغل عندي اتوقع ان لازم سيري تشكلها فاذا كانت مشكل سيري عندك مثل ما نشوف يشتغل عندك ترانزليت عادي عندك بس اضغط هذا الزر مثل ما نشوف يتكلم ويعرف اهو اذا كلام بلغة عربية نتحط لغة عربية انجليزية بالحال يترجم على اي جهة نتحطها مثل ما نشوف يطلع لك بالانجليزي ولو تتكلم بالانجليزي نفس الحركة يترجم لك بالجهة الثانية فحركة حلوة برنامج ترانزليت نثبت عندك على يوسف 14 وبرضو مثل ما نشوف اذا فتحنا اي موقع في غير لغة الجهاز فلو بنحدث يطلع لتنبيه هنا مثل ما نشوف مثل التنبيه ان في ترجمة بس نضغط عليه نضغط عليه خيار الترجمة هنا نضغط عليه بعمل لغة الجهاز انجليزي في ترجمة الانجليزي برضو لو نتكلم لكم عن التنبيه صار في ديزاين غير فالتنبيه في الالار مثل ما نشوف لو تحط لك منبه تغير شو عن القديم والوذر برضو اذا فتحت الوذر فيه خيارات كثيرة توقعت تعرفون ان في البوست حطيت قبل ثلاث شوارة وبروعة شوار ان ابل شرط شركة لحق الوذر اتوقع ان شوي شوي راح تدبج الوذر هنا او الطقس مثل ما نشوفه هنا ايركواليتي حطتها لحق بعض المناطق طبعا مشكل المناطق لكن مثل ما نشوف هنا طلع لنا ايركواليتي وبرضو برنامج الاكتيفتي اول كان اسمي برنامج الاكتيفتي لكن هنا لو تكتب عليه مثل ما نشوف حولتها الى برنامج سمته فتنس فحولت الفتنس مثل ما نشوف الرياضة من الرياضة طلع المكان انا استخدم اكترش بالساعة بس موجود هنا مثل ما نشوف اشخاص اللي عندك هم كيف تسوي تشالنج معاهم لو نتكلم لكم عن برنامج الهوم حق ابل تكلم عن ديزاين تكلم عن كل شيء ولكن فيه خيار جديد تقدر.. على حسب المنطقة او المكان اللي انت فيه يتحول عندك البرنامج مثلا احينانة من البيت فخلاص.. يكون عندي الجهاز أقدر اتات هنا احول مثلا الفينغروم اذا كنت في القربة أو شيء او في الصالة او بلاحالة كنت في المكتب أحولهم من هنا او بالحالة على حسب المنطقة اللي انت فيها يعني بالتحديد الموقع يعارفينك فيه ويطلع لك الجزء اللي انت شابك عليهم في المكان اللي انت فيه ولو نجيب تاري اليوان اليوان تكلمت عنها اول ما نزلتها ابل في الايفون 11 سنة الراحت في سبتمبر اليوان قطعة داخلية نزلتها ابل عشان لاحقش الارسال تكون افضل من البلوتوث وكيف تطلع الجزء اللي حولك لو ترسل شيء فابلا حين افتحت القطعة الداخلية اليوان للمطورين فالمطورين يستخدمون اليوان لحق الجزءات مثلا قطعة التايل وتكلمنا عنها النابل كانت تنزلها الارتاق ما نزلتها الان فالشركات هذه تستخدم مثلا تستخدم ميزة القطعة الداخلية اليوان علشان تقدر تحدد اماكن الاشياء المفقودة عندك وتقدر تستخدمها في الارسال برضو فهي قطعة لحق ارسال استقبال سريع ولا حق تطلع اشخاص او القطع لكن ضايع عندك باسرع وتقدر بطلا القطع حقتك تنزلهم في الفايند ماي هنا فما يحتاج تحط برنامج خاص في تنزلهم هنا فنشوف المطورين شو يسوون بهذا الخدمة وللنتكلم لكم عن برنامج الفويس برنامج الفويس احين تقدر اذا سجلت صوت فالبرنامج نفسي يعرف الازعاج اليو حولك فاذا كان في ازعاج يحاول ان يقلل الازعاج ويسجل الصوت يعني صوتك عادل بس ولو بنتكلم لكم عن ميزة حلوة ممتازة والكل قام يتفخر فيها حين موجودة لانه صراحة ممتازة الميزة الوهي لو تخشي العددات آسف ان اللغة الإنجليزية لكن موقلك اليوم بالعربي تخشي العددات تروح تسهيلات الوصول تنزل تحت تخش على التتش او اللمس تنزل اخر شيء باكتاب لو تتقلها في خيارات عندك هنا في لمستين وفي ثلاث لمسات او ثلاث بقطات تختار الأشياء التي تريد تسويها مثلا ابي سويها لان لو ألمس الجهاز من الخلف يسوي لي سكرينشوت او تصور الشاشة فخلاص اخلي هذا الخيار ألمس من وراء مرتين مثل ما نشوف صور الشاشة عندي مرتين مرتين مرتانية صور الشاشة طبعا بعض الأشخاص يقول لك اوه شيء حلو ابل حط قطع من وراء على المتابل لا ما هي قطع ولا شيء هي استخدم قطع داخلية الجيرسكوب كانت موجودة عندنا بخيار اوه لو ان نهز الجهاز يمين ويصار زي كذا يسوي عادة لحق الكتاب لو نكتب شيء احين قبل نفس الحركة لكن الجيرسكوب يعني محتاج تلمس شوف الحركة كيف اني مثلا اهز الجهاز قدام راح يصور الشاشة زي كذا مثل ما يشوف بالله يبدون ضبط شوف بعض الأشخاص يقول لك اوكي هذا الاربع صابع عندي وهذا الخامس هنا شوف كيف يصور على طول فايه الحركة ممتازة لحق الأشخاص اللي يستخدمونها دبل تاب اسهل لك منك تهز الجهاز قدام وارا كذا وابتدى تحط خيارات ثانية مثل لوق سكرين تسكر الشاشة ترجع حق الهم حلو تلمس مرتين كذا ترجع الهم تسوي لك شورتكات عندك خيارات هنا الشورتكات او اختصارات اللي عندك في البرنامج اللي قد تستخدم شيء ثاني عليها فحركة حلوة نتوفيكيشن سنتر حلوة تلمس مرتين ينزل لك نتوفيكيشن سنتر سكرين شوت قلنا لكم شوت فوليوم أب او فوليوم دم تطول الصوت او تقسره وننزل لكذا هذا الرينج فوليوم دم لا صار صامت وعام يطول مثل ما نشوف هذا أعلى شي طول الاحين دلو رجع مرة ثانية سوي مثل ما نشوف قاعد يكسر هذا الخيار الأشخاص اللي بيعجبه من الحركة يقدر تحط الخيار ثاني لحق ثلاث ضغطات أو ثلاث لمسات من وره كيفك أنت؟ نحن نتكلم لكم عن المابس أو الخرايط أو الأشياء اللي يستخدمون الخرايط فمثلاً لو فتحت خرايط أبل هنا عندي حين حياناً يجي عندك خيار انك مثلاً تبي تحدد موقعك فلو تضغط احت الموقع يقول لك هنا خيار انك تبي تشغله أو لا تبي تشغله تقدر تخلي لا بدون تشغيل فمن هذا الخيار رح يخليك بس تطلع المنطقة اللي عندك سوري يخلى قلب اللغة العربية يكون أفضل فالآن مثل ما نشوف عندنا هذي حد الموقع هنا هنا لا الريجل حقك أو المنطقة حقتك فما يحتاج يحدد موقعك لا يعرف بس انت وينك موجود فيه فحركة حلوة انك ما تبي برنامج يعرف وين منطقتك بالضبط أو وين مكانك بالضبط لكن عادي يعرف المنطقة حقتك مثلاً حق الوذر أو حق أي شيء ثاني فهذا الخيار حلو طيب لو نتكلم لكم الكاميرا والريزولوشن الآن في الكاميرا نتكلم لكم عن الايفون 10S و 10R انه تقدر تغيير الريزولوشن من الكاميرا من خيار هذا على الجهزة الايفون 11 والتي قبل الـ 11R طلب سنة يعني جهزة 2019 و 2018 الآن برضو في خيار هنا لكس بوجر لو انك بتصور فيديو ترفع لما نشوف الكس بوجر هنا تقدر تلعب لكس بوجر هنا في نفس العددات طبعاً هذا موجود في الايفون 11 ليس موجود في الايفونات القديمة في الـ 11 Pro و 11 Pro Max بس هذا الخيار طيب بعض الأشخاص يقول لك كانت عندنا خيار هنا لدينا نصور في الجهزة القديمة انك تضغط هنا فترة يقوم التغط صور كثيرة طيب احين وين الخيار هذا؟ قلبوا في الصور فيديو احنا نضع لك أفضل ميزة هنا تقدر تترجع للميزة لو تخشل على الات تنزل على الكاميرا تفتح الكاميرا تستخدم هذا الخيار مثل ما نشوف استخدام زر رفع الصوت للتتابع فلو نضغط الآن تقدر من نفس خيار الصوت هذا تقدر تضغط فترة يصور لنا هذا الخيار كان موجود أول وكيف تصور كثيرا تفتح ألبوم الصور عندك يعطيها مثلا صورة واحدة تضغط عليها عندما نشوف تقدر تأخذ صور عندك اي صورة تبتتها الاشياء فتكون الصور كلها اللي خدتها موجودة هنا طيب فيه حركة حلوة انا اكتشفتها فجأة فتحت الصوت اير لأيو ستيرتين على الجهزة الثانية ما شفتها موجودة الوهي لو تخش العددات تروح حق الويرلس تضغط هنا الخيار فيه خيار هنا يشقلك مثل خيار الويرلس على الويرلس حقك مثل ما نشوف فإذا شقلت حين خلاص يكون الجهاز محمي عندك كأن الويرلس مشقل فشركة صلاة حقتك في الجهاز مثلا شريحة ما تتبع الأشياء اللي تسويها برضو خيار هذا موجود في الايو ستيرتين قبل كنسلتها نزلتها في البيتا اذا كنت تتكلم شخص فاستاين طبعا شي طبيعي ان تتكلم شخص سوف تطلع في الشخص هنا لكن الشخص شوي ما يدني ما يشوفك انك تطلع فيه بمضبط لانك ما تطلع في الكاميرا لازم تطلع في الكاميرا عشان الشخص يدري انك تطلع فيه فقبل مسوي حركة في الايو ستيرتين لكن نزلتها نزلت هنا مرة ثاني هنا لو تخش في العددات تروح لفيستايم تنزل اخر شي تحت مثل ما يشوف التواصل البصري فاذا شقلت هذا الخيار وانت طالع في الشخص الجهاز يوهم الشخص الثاني يعني ما دل كيف يرفع عيونك يخلي كأنك تطلع على الكاميرا فموكي حركة حلوة ولان برضو في الايو سورتين نزلت لكم قبل اذا كنت مثلا عندك برنامج انت مسوي معه اشتراك تدفع لك كل شهر مثلا تقدر تشارك مع العائلة فلو تخش هنا في فاملي شيرينج تشوف الاشخاص اللي عندك انضيفهم هنا في العائلة تقدر تشاركهم بنفس البرنامج اللي انت حاني العائلة عندهم الاكاوت حقهم خاص فيهم لكن يقدروا نوصلون حق حتى البرامج اللي انت مسوي لها اشتراك طبعا لازم المبرمج تستخدم دل الميزة وحين الايربودز خد ميزة من نفس الايفون يعرف كل فترة انت متى تشحن الايربودز وتتفصلها فيثبتها على وقت معين قبل ما تسحد غلان بساعة واقل من ساعة يشحنها لك فل علشان ما تخليها وتكون مشحونة يعني تحطها 4 ساعات اخم ساعات ثم مشحونة مية في المية تأثر على البطارية هناك أيضا ميزة في الابل ميوزك لان ما استخدمها حين تقدر انفينيتي تحطي الالبوم يعيب عليك نفس الالبوم ومع اننا على الميوزك والاشياء ايضا الايربودز حين لو تستخدمها ونزل بطارية حقتها ستجيك انتفكيشن مثل ما نشوف ستجيك انتفكيشن وانتستخدمها يقول لك الباتريا نازل كثير فحلوة اول كانت بس تطلع لك صوت في نفس الاذن سنجيك انتفكيشن اذا كانت الساعة حقتك حطها تشحن وشحنة تفل راح يجيك شعار على الجوال يقول لك ان الساعة تكتر شحنة تفل في خيار برضو انا موجود عندي بعض الشخص طلع عندهم تخش العددات تروح حق تسهيلات الاستخدام في خيار هنا في الحركة لو تخش راح ينزل لك هنا خيار جديد المش موجود عندي في الايفون لكن في الايباد موجود لو وركم هنا في الايباد ما ان الايباد اللي عندي انا مئة وعشر مهيرة الرفرشريت او معادل التردد فلو تخش العددات مثل ما قلت لكم وتروحون لل اكسيسابوليتي في الموشن هنا مثل ما نشوف هنا يخلي لمس لحق الفريم بدل ما ان مئة وعشرين يكون ثلاث تخلي مثلا ستين فريم يرجع على اكتهاد راح يساعد لحق البطارية يعني اذا كنت ما عندك برامج تستخدم الامة وعشرين تخلي كذا تحددهم لكن بعض الاشخاص هذا الخيار طلع لهم في الايفون مثل ما نشوف فيمكن يدل على ذلك الخيار ان ابل قاعد تستخدم من الايفون الجديد وهو موجود على مئة وعلى مئة وعلى مئة وعلى ستين فريم هذا التسريب من الايوس 14 يدل على ميزة من ميزات الايفون في ميزة برضو للخصية اذا انت مثلا ناسخ شي عندك منسوخ عندك مثل ما نشوف نسخ طيب فتحت بعض البرامج اللي تاخذ اشعارات عندك وتاخذ النسخ اللي عندك عشان تحطها لك في الادز او الاعلانات مثل ما نفتح سفاري لو نبحث مثلا في جوجل نشوف من متصفح سفاري نكتب نبحث عن شي ما اخذ منه شي اوكي لو نفتح برنامج جوجل او اي برنامج ثاني ياخذ النسخ حقك عشان يحط لك علانات مثل ما نشوف نفتح جوجل شوف طلعنا انه خيار هنا جوجل احين سوى لصق لحق النسخ اللي اخذت بعد فترة تشوف علانات جوجل او علانات في الانستجرام او اي مكان ثاني عند اشياء اللي انت نسختها فابل بس محطت لك ذلك الخيار عشان تعلمك ان البرنامج هذا ياخذ خصيتك فانتبه برضو في حركة ابل سوت نفس حركة سناب شات شخصي اذا كنت تشوف سنابت شوى احيانا يصور بالمقلوب مثلا ياك البليد اللي صار كيف انت تقولوا هي العكس الشاشة فابل حطت لك الخيار موجود عندك في العديدات حان تخشي العديدات تنزل على برنامج الكاميرا تشوف الخيار هنا الميرور مثل ما نشوف فالكاميرا الامامية تكون الميرور او عكس تحق مسكت ايدك نفسها فسيكون مقلوب تصورت بالعكس هناك تغيير خفيف في اسماء كيف ستكون الاسماء وفي المكلامات تدقى لشخص هنا في السبيكر وشيء يختلف الآن في برنامج اليوتيوب الرسمي تستطيع تشغيل 4K لكن لازم يكون الفيديو إلى الآن لازم يكون فيه HDR مثل ما نشوف نشغله لازم يكون HDR مثل ما نشوف فا حين تقدر تضغط هنا يطلع لك الريزولوشن مثل ما نشوف الى على شيء قبو نحطه 4K HDR مثل ما نشوف مكتوب وهنا في ميزة موجودة في الإيباد لا يحتاج تشوف الإيباد كامل لكن حين يجي تكتب شيء في الإيباد مثلا تويتا او في الملاحظات او في أي مكان عندك في خيار جديد مثل ما نشوف يطلع لك خط هنا يطلع لك مكان الكيبورد مثل ما نشوفه هنا فتقدر تضغط على تابع الكيبورد نفسه كامل تابع بس سيريو تابع تتكلم تابع الإيموجي يطلع لك هنا مثل ما نشوفه صغيرة فخيار حلو أولا لازم تفصل الكيبورد عشان يطلع لك الكيبورد الرئيسي لكي تستخدم هذه او ان الإيموجي تقدر تغييرهم تغيير اللغة لكن حين تقدر تتحكم فيهم من هنا مثل ما نشوف تقدر تطلع الكيبورد التوتش مثل ما تستخدم الكيبورد العادي بس تغريبا إلى الآن هذه الميزات اللي طلعت عندنا نشوف قدام هل في ميزات ثانية أو ثالثة ستنزل الله أعلم ففي نهاية الفيديو تنسون الاشتراك في القناة واشتراك في حساب السنبشات تشرف قطفتكم ونشر المقطع ما لايك المقطع تلغطكم تحت تهمني ولا تنسوني الفضل داعكم والسلام عليكم